أجواء ماطرة حافلة معطلة شباب بحاجة لشراء بعض من الحلواء بين تلك الأسباب أمضى المصريون ليلتهم وهم يبحثون أسباب تغيب فريق الزمالك عن مباراة الدرب أمام الأهلي الزمالك صاحب بطولتي السوبر في آخر أسبوع قدم لغيابه قبل موعد المباراة بأيام بعدما لمح رئيس النادي إلى أن فريقه لن يخوض المباراة وأنه سيستعد لمواجهة التراج التونسية في البطولة الإفريقية مهددا بالانسحاب من الدوري انطالته أية عقوبات من اللجنة الخماسية لاتحاد القرى فيما أعلن الأهلي أن فريقه جاهز لمباراة القمة وحضر بمجلس إدارته في استاد القاهرة حيث مقر اللقاء ضغوط وبيانات وبيانات مضادة بين أطراف الأزمة حذت برئيس نادي الزمالك مرتضى منصور إلا التأكيد أن فريق شباب الزمالك سيكون ممثلا للفريق الأبيض ترقب الكل من سيمثل الزمالك في هذه المباراة العصيبة إلا أن الانتظار استمر طويلا إذ لم يصل الشباب ليضطر الحكم إلى إلغاء المباراة بعد تأجيلها لمدة ساعة كاملة الزمالك وحينما سئل عن غيابه أرجع الأمر إلى أن هطول الأمطار حالت دون وصول حافلة الفريق التي تعطلت الأوتوبيس ده مرسيدس 600 مدين 2019 تمام ده بالنسبة للسياحة ده يعتبر أوتوبيس زيرو نحن مراقب علينا من وزارة السياحة الأوتوبيس بيبامت ساعة بجي بي اس بيتعمله دايما سيانة دورية الأوتوبيسات دايما بتتعاين من وزارة السياحة الأوتوبيس سيد الحافلة يقول أنه كالزيرو أنه لا يوجد أي أعطاء النهائي وهو ما ضحضه مدير شركة الحافلة الناقلة للفريق الذي أكد أن الحافلة لم تتعطل حارت العقول لماذا لم يذهب الزمالك للمباراة فخرج المتحدث الإعلامي للناد الأبيض ليعلن أن شباب الزمالك هبطوا من الحافلة لشراء عصائر وحلوة لعدم تناولهم وجبة الغداء ما تسبب في تأخر الفريق الذي قرر إداريه العودة من حيث أتوا انتهت القصة داخل الملعب لكنها بدأت على مواقع التواصل التي ضقت بعشرات التعليقات المازحة عن غياب الزمالك عن القمة فضلا عن غضب سيطر على قدام اللاعبين الذين أجمعوا على أن حلاوة القرى أهم من حلاوة الشوكولاتة